اجتمعت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصير في وزيرة السياحة مع معالي السيد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على هامش الزيارة التي تقوم بها سعادتها إلى السعودية وخلال اللقاء أكدت سعادتها أن العلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع المملكتين الشقيقتين أضحت مثالا يحتذى على كافة المستويات وأشارت الصير في إلى حرص مملكة البحرين على تكامل القطاع السياحي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة بما يسهم في رفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني لكل المملكتين وخلق مزيد من فرص العمل النوعية وأعربت سعادتها عن إعجابها بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية الشقيقة مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مملكة البحرين تعمل وفقا لاستراتيجية السياحة 2022-2026 والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي على تحقيق أهداف طموحة للارتقاء بمختلف مكونات قطاع السياحة ونقش الجانبان عددا من الخطوات العملية لتطوير التعاون في المجال السياحي تمهيدا لترجمتها إلى اتفاقيات تعاون مشتركة ترسم خطة عمل للمرحلة المقبلة كما بحث الوزيران أطرى تطوير علاقات التعاون السياحي وسبول التغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي